قبل ما أخش في الأخبار اللي باقي عشان هطلع الفقرة الجاه عندنا نجمنا الكابتن محمد عبد الجليل وزاملنا العزيزي الأستاذ أحمد الخضري هوريكوا البوست اللي أنا وجهته لأهلينا في المغرب وأصدقائنا في المغرب وقلت لهم مبارح هتعملوا إيه مع الأهلي خلص موضوع الرجاء قلنا تحسم يعني قلت لهم مبارح هتقول يا جماعة البوست لو سمحتوا على الشاشة كده أهو أنا عايز البوست الأول بعد إذنكم يعني الرسالة لشعب المغرب ماذا ستفعل الجمهور المغرباء للنادي الأهلي في كاسة العام الأندية شابانا يوجه تساؤل هام ويعلق مش هقول ردولنا اللي عملناه مع المغرب في المنديال لأن منتخب العرب هو اللي كان بيلعب مش منتخب المغرب أنا قلت لجمهور المغرب كيف ستتعاملون مع الأهلي في المغرب وقلت حتى إنه إحنا يا جماعة مش هنتكلم عن مباراة لو الأهلي قابل الوداد خلاص يعني طبعا الجمهور هتشجع الوداد وده حاجة مقبولة جدا إحنا كبير هنشجع الوداد حتى في مباراة وجر الأهلي إن شاء الله وإحنا عادين هنا يعني خلينا نشوف ردولة أفعالي الناس إيه بسرعة جدا بص يا سيد أحمد صلاح الأهلي سوف يلعب في المغرب بعد تبرو صاحب الأرض ونحن الضيوف لن ننسى تشجيع مصر المنتخب المغربي بقطر أنا هاخد بعض نمازج سريعة كده قاسم علوي بيقول طبعا الجمهور المغرب سيشجع الأهلي المصري لأنه فريق كبير ويحترب كل المغربة في لولو لهلو نحن المغربة بيوتنا رهن شرط الفرعنة مرحبا بكم في بلدكم التاني ونشكركم على دعمكم المطلق مع منتخبنا في قطر ظهور الفهيم بيقول الأهلي صاحب الأرض ومرحب بيه في بلده أهلا وسهلا بيهم وبجمهورهم رولا كريمة بتقول طبعا سنشجع كل الفرق العربية لأننا إيد واحدة كريم صلحاني بيقول سنشجع النادي الكبير في إفريقيا نادي القارنة الذي نحبه وانا كنا لو كل التقدير سيكون وسط جمهوره كما هو في القاهرة وسيلعب تحت هتفات جمهرنا فلا نحبكم في الله عن أهل مصر انتم بإخواتنا ولا ننسى تخطيطكم وحبكم الكبير للمغرب أحمد بن لاربي بقول الدولة الوحيدة العربية في قارة إفريقيا التي أود زيارتها بشغف هي مصر أم الدنيا تنور يا أحمد أي وقت دمتم فخرا لنا وللأمة العربية آدي عادل برخوخ برخوخ اسمه أنا مغربي ورجاوي خطبك ده بشجع الرجاء كمان وسأساند الأهلي المصري في حالة مشاركتية في بطولة العالم إن شاء الله احنا خلاص مسألة حسمت مريم بتقول بالجلمية بتقول إن شاء الله سنشجعه أحسن تشجيع سعيد فريحات أو فرحات بيقول جمهور الأهلي مرحبا بكم في بيوت المغربة عبدالغاني بنشيش بيقول وهل عندكم شك إن الجمهور المغربي هيشجع فريق آخر ضد الأهلي طبقة الحل هذا من سبع المستحيلات زكري ولا كومنت يا جماعة ضد الترحيب الأهلي ولا واحد احنا بنتكلم في حوالي ألف ولا أكتر من ألف تعليق من المغرح للنهاردة زكريا بيقول مرحب بالأهلي نحن أشقاء وعرب نوريتا بتقول طبعا والله العظيم هنشجعهم إلى آخر دقيقة نرجس بتقول كل العرب على رأسنا بس المغرب اللي كانت بتلعن مش العرب العرب شجعه وإحنا بدون هنشجعهم آآ أسماء دي آآ الأسماء أو أسماء بتقول أهلا وسهلا ومرحبا بكم في بلادكم التاني سوف نشجع الأهلي آآ جسز حميد بقول ألف ألف مرحبا بالأهلي اطلع بسرعة يا جماعة بسرعة مش حقرة كله اطلع آآ حبيب بيقول مرحبا بالجمهور المصري نقتصم معكم المأكل والمشرب والمبيت لم ولن ننسى تشجيع المصري للمغرب في قطر جمهور وصحافة وقنوات شكرا مصر مروان بيقول نحن ليس جمهور الجزائر أكيد لا دي يعني مش موضوع ما ندخلش الجزائر في جملة خالص هو بقول أحكيت هنشجعكم بكل قوتنا جمهور الجزائر كمان على رأسنا كلنا يا جماعة محمد السازلي بقول أنتم إخوات ما تدخلوش السياسة دايما في الشعوب اختلافات سياسية حاجة والشعوب مع بعض حاجة تاني أنتم إخواتنا وكلنا عرب يعني وإخوات أنتم إخواتنا ولكم منا كل الاحترام والتقدير وحسن الضياف عادل لخزر بيقول أنا مغربي وطبعا سنشجع الأهلي مثلما نشجع الوداد بالمكدام بيقول الشعب المغربي عاشق للكرة الجميلة ونشجع كل ما هو جميل بيشجع يعني النادي الأهلي يعني لأنه شجع فراغ آه بدلا عنكم شكرا دحنا ده إيه تفسي شكرا لتواصلكم اسمه إيه؟ عز الدين أهلا وسهلا بالأهلي كمان عندك إيمان بتقول مرحبا بهم في بلدهم التاني فؤاد سوف نشجع إن شاء الله الأهلي في طول العامل قدية طبعا الكومنتات كتير جدا يعني جدا بالمئات ولا بالألاف فلاقيت رد الفعل بالنسبة لي مدهش وده على فكرة من ضمن الإيجابيات اللي عملتها كاس العالم في قطر والإحساس العربي اللي انفجر عنده كل الجماهير اللي شجعت المغرب من قلوبها فالجمهور المغرب حسب كده فعلا إن كلنا شجعنا المغرب من قلوبنا حقيقة يعني فسهلت جدا آه يعني فأنت بتتكلم 2000 و200 لايك وبتتكلم في أكتر من ألف تعليق وبتتكلم في شيرز كتير جدا وبنشكر الناس كلها على البيج بتاعتنا اي تي سي اي تي سي تي في اللي عايز تخش على البيج بتاعتنا اي تي سي تي في حيلاقي البيج بتاعتنا على كلها حيك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة